اشهد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعا اشهد بالعلاقات الثنائية الوطيدة والمتنامية بين مملكة البحرين وروسيا الاتحادية الصديقة وما يشهده التعاون المشترك من تقدم وتطور في مختلف المجالات وبالأخص الاقتصادية والتجارية في ظل ما يجمع البلدين من روابط متينة ومصالح مشتركة جاء ذلك خلال استقبال جلالة الملك المفدى في قصر السفرية الوفد الروسي لرجال الاعمال بمناسبة زيارته للمملكة المشاركة في الاجتماع الاول للجنة الحكومية البحرينية الروسية للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتكنولوجي رحب حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة بالزيارة المهمة والتاريخية لرجال الاعمال الروس الى البحرين من أجل تعزيز العلاقات بين البلدين الصديقين في كافة المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية وأكد جلالته حرص البحرين على تطوير وتنمية هذه العلاقات وفتح علاقات أوسع من التعاون الثنائي المشترك مقدرا جلالته حرص فخامة الرئيس فلاديمير بوتين رئيس الجمهورية روسيا الاتحادية المستمر على الارتقاء بالعلاقات بين البلدين لكل ما فيه خير وصالح البلدين صديقين متطلعا جلالته أيده الله إلى زيارة فخامة الرئيس الروسي عن قريب وقد نوه جلالته بالنتائج الطيبة التي تمخذ عنها اجتماع اللجنة الحكومية الذي عقد اليوم على صعيد زيادة حجم التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري والارتقاء به مؤكدا جلالته على الدور الهام الذي يطلع به القطاع الخاص في دعم وتنمية هذا التعاون وتبادل الزيارات بين مختلف الوفود والاستفادة من الاتفاقيات الموقعة بين البلدين وإقامة المزيد من المشاريع والمعارض المشتركة التي تعود بالمنفعة المتبادلة على الجانبين حاثا العاهل المفدى رجال الأعمال في البلدين على الاستفادة من الفرص الواعدة للاستثمار والتسهيلات التي يقدمها كل البلدين في إقامة مزيد من الاستثمارات المشتركة التي تعزز من مجالات التعاون بينهما وقد أشاد صاحب الجلالة بزياراته الناجحة لروسيا الاتحادية ومواحثاته المثمرة مع فخامة رئيس روسيا الاتحادية وما حققته من نتائج طيبة لتوثيق علاقات البلدين الصديقين كما نوه جلالته بالدور المؤثر الذي تطلع به روسيا على الساحة الدولية وإسهاماتها في خدمة الأمن والسلم الدوليين من جانبهم أعرب أعضاء الوفد الاقتصادي الروسي عن شكرهم وتقديرهم لجلالة الملك المفدى على ما أبداه جلالته من حرص واهتمام لتطوير علاقات البحرين مع روسيا الاتحادية وتشجيع التعاون لا سيما بين رجال الأعمال والمستثمرين مؤكدين أن البحرين دولة مهمة لروسيا وأنهم يتطلعون دائما لفتح مجالات أرحب من التعاون المثمر معها في كافة القطاعات الحيوية استقبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عهل البلد المفدى حفظه الله ورعا الرسام الروسي نيكاسيس فرنوف للسلام على جلالة الملك المفدى بمناسبة زيارته للبلاد لإقامة معرضه الفني حيث تشرف بإهداء جلالة الملك المفدى لوحة فنية لجلالته كما أهدى جلالة الملك ميدالية من المنظمة الفنية في روسيا الاتحادية وقد أعرب جلالة الملك المفدى عن شكره وتقديره للفنان الروسي على هذا الإهداء مشيدا جلالته بما يتمطع به الفنان الروسي من مهارة وكفاءة في الأعمال الفنية المتنوعة الرفيعة مؤكدا جلالة الملك المفدى أن إقامة معرض الفنان الروسي في البحرين يأتي في إطار التبادل والتعاون الثقافي والفني بين البلدين الصديقين متمنيا جلالته للفنان الروسي نيكازيس فرنوف كل التوفيق واستمرار النجاح